تنقصت أعداد شحنات المساعدات الإنسانية العابرة إلى قتاع غزة بشكل حاد ومع اقتراب هذا الأسبوع من نهايته يظل عدد ما عبر إلى غزة شحيح جدا مقارنة بالأسابيع الماضية يأتي هذا التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وسط تصاعد متزايد في وطيرة العنف والقصف ضد المدنيين ونسف منازلهم منذ اليوم السابق وخلال اليوم في شرقي وغربي مدينة رفاح الفلسطينية المزيد يستعرضه معنا الزميل باسم أبو العينين مرسلات تلفزيون المصري نعم تحياتي إليكم من أمام معبر رفاح البري لازلنا نرصد حركة الشاحنات العابرة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ونحن نقترب من نهاية هذا الأسبوع فلم يتبقى إلا يوم غد الخميس واليوم قد انقضى والجمعة لا يوجد استقبال للشاحنات والسبت أيضا لا يوجد استقبال للشاحنات في معبر كرم أبو سالم نظرا للوطلة الأسبوعية هذا الأسبوع لم يكن الأسعد إطلاقا بالنسبة للمساعدات التي انخفضت بشكل كبير في عدد الشاحنات التي تم استقبلها فكما ذكرت في بث سابق أن العبرة ليست بعدد الشاحنات التي تمضي إلى كرم أبو سالم وإنما بتلك التي تتم الموافقة عليها من قبل الجانب الإسرائيلي والتي يتم تمريرها إلى الجانب الفلسطيني واليوم كان لدينا 24 شاحنة ورصدنا حتى ساعتنا هذه عودة 9 شاحنات من هذه الشاحنات منها 5 فارغة وأربع أفرغت حمولتها وكان هناك أربع شاحنات غاز عادت منها ثلاث بعد أن أفرغت حمولتها أما هناك يعني ولكن هناك واحدة باقية في الداخل ما زلنا ننتظر خروجها بعد إتمام مهمتها وإفرغ لحمولتها في الجانب في كرم أبو سالم كما نسمع فيها الخلفية أيضا منذ قليل لدينا قصف عنيف على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة من جهة الشرق ومن جهة الغرب قصف عنيف نستمع إليه وهو قصف مدفعية وتم هدم العديد من المنازل في شرق وغرب مدينة رفح الفلسطينية ضمن سياسة التصعيد من الجانب الإسرائيلي ضد شعب الفلسطيني في قطاع غزة وكان لدينا أيضا في الأجواء وما زالت حتى لحظاتنا هذه طائرات المراقبة الجوية الإسرائيلية التي تجوب سماء قطاع غزة وهي دائما ما تكون نذير شؤم لأنها دائما ما يعقبها بعد تصويرها للمجال الجوي الفلسطيني في غزة يعقب قصف عنيف لتلك المناطق التي تقوم بمسحها مسحا جويا ما زلنا ننتظر بقية السيارات والشاحنات الموجودة في كرم أبو سالم لنتبين ما منها يعود بحمولته مرة أخرى أو ما الذي يتم إنزاله وعبوره مرة أخرى أعود إليكم أمام معبر رفح باسم أبو العنين التلفزيون المصري